جدر القروض يواصل انتشاره عبر العالم لكن وطيرته تبطأت في الولايات المتحدة بعد تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تطمينات حملتها مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل ولونسكي إلى جلسة لجنة الصحة والتعليم في مجلس الشيوخ الأمريكي بينما نعمل من أجل السيطرة على هذا الوباء في الولايات المتحدة نتوقع أن يبقى جدرية القروض تهديدا عالميا وبعد السيطرة على الفيروس يتوجب علينا مواصلة التحل باليقظة ونشر التوعية والتطعيب حتى لا تظهر موجة جديدة ولهذا السبب ينبغي على الكونغرس تمرير تمويل إضافي ورغم تسجيل حالة وفاة واحدة مؤكدة في الولايات المتحدة أكد خبراء الصحة العام خلال الجلسة أن الفيروس نادرا ما يؤدي للوفاة ويعد لقاح جانيوس الذي تنتجه الشركة الدانيماركية بافاريا النورديك والذي أخذ على جرعتين اللقاح الوحيد ضد هذا الفيروس الذي حظي بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مسؤول إدارة بايدن واجه انتقادات من عضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري ركزت على صعوبة الحصول على اللقاحات التي تمنح الأولوية حتى الآن للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لقد سمعت من أسر قلقة من تدهور هذا الوضع إلى جانب مسؤولين في وزارة الصحة بمن فيها مسؤول ولاية واشنطن أنهم يشعرون بالإحباط لسبب مشاكل يفترض أن نكون جاهزين للتعامل معها ولهذا السبب استمر في دفع إدارة بايدن للرد على مؤخذاتي على تعاملها مع جدري القرود العضو الجمهوري الباريس ريتشيرد بوري اتهم إدارة بايدن بالفشل في الاستفادة من دروس جائحة كورونا واصفاً تعاملها مع فيروس جدري القرود بالكارثية أن تعامل إدارة بايدن مع أزمة جدري القرود كانت فشلاً كارثياً بكل المقاييس لقد كررتم جميع أخطاء الأيام الأولى خلال التعامل مع كوفيد-19 كبير مستشار رئيس الأمريكي لشؤون الطبية أنتوني فاوتشي رفض تلك الاتهامات مشدداً أعلن الولايات المتحدة كان لها دور كبير في ابتكار اللقاحات والعلاجات المتاحة حالياً للتصدي لفيروس جدري القرود الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو إقناع الكونغرس بتمرير تمويل إضافي بعد إعلان إدارة بايدن عن حالة طوارئ في الصحة العامة لكن الجمهورين يسرون على أن ما تم تمره من تمويل لمكافحة فيروس كورونا يجب أن يكون كافياً لمواجهة فيروس جدري القرود أيضاً هيشان بورر الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر